وفي ملف متحرك في العراق عنوانه حركة رأس المال أعلنت وزارة الموارد المائية تجفيف وردم نحو 3000 بحيرة أسماك متجاوزة في عموم البلاد وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه بدعم متواصل من قبل رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من قبل وزير الموارد المائية تستمر ملكات الوزارة بحملتها لإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة في عموم قواطع المسؤولية للمحافظة على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها وتضمن العمل إزالة البحيرات ضمن حوض نهر الدجلة بواقع 2212 بحيرة وحوض مقابل 753 ضمن حوض نهر الفرات من خلال تشفيف البحيرات ومن ثم فرش اكتافها وقطع المصدر المائي ومغذية الكهرباء عنها لمنع تشغيلها مرة أخرى